وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطارد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقلة ورفع نسبة المكون المحلي جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعددين من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقلة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيت وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المستشار الدكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية واعادة تأهيل وتطوير خطوط متر الأنفاق بالقاهرة الكبرى فضلا عن مشروعات انشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال اقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن منطرد في مساري توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلية وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الانتاجية وتحقيق اقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشهيدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصدرات المصرية وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ترجمة نانسي قنقر